اشتركوا في القناة 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 وعدم شخصا الوجود في الوزارة وكنت قول دائما هذا مكتب وزير مش ديوانية يعني انا ما اللي اغدق على اللي بيوصل على المكتب مكرومي بده يقطع بالقنوات اللازمة واحد اثنين بفتخر 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 انه ولا موظف دخل على الوزارة تعاقد او غير تعاقد تحديدا تعاقد بخصنا ولا واحد فهيدي بفتخر فيها بأسف اني اتطرق الغي عقود ستمية شخص يعني خمسة وعشرين بالمية من متعاقدين موظفي الوزارة كان اصعب قرار اخدتهم لانه هيدا كانت مصدر رزق الناس بس انا مش من المال باية عم بيدفع من المال العام بما انه هالناس هوضي ما كانوا فعلا ضرورة بالوزارة اتطرق الغيهم عقودهم وبدأهم يعرفوا انه هيدا اصعب قرار اخدتهم بس بتلاقي قبل بعض منهم بيشكروني لا لانه لاقوا شغل وشغل مستدام هاي التعاقب كان هلا عم ينترس سبعتشهر تمانتشهر طيقبضوا عن جهد الله يساعدهم بدي احكي شوي عن مسيرتك السياسية حضرتك جاية بمحلة من المحلات من بيت كتائبة صح ظهرت من عباءة والدك الكتائبية وانتسبت الى القوات اللبنانية لاش ظهرت من عباءة والدي حزبيا معنك مأثر فيه كتير بأي إله بالنسبة لإله بكل بساطة يعني فظهرت من هذه العباءة لانه فهمت بشكل كتير واضح انه الاهداف رح تكون هي زيتها وتقييم الماضي هو زيت وهذا شيء كتير مهم تقييم تضحيات الماضي تقديس هذه التضحيات وهذه أساسية هذي إذا بدك ركائز المجتمع واستشراف المستقبل بكل صراحة كان الجانب التنظيمي بالقوات وقيادة سامير جعجع هن اللي خلوني يروح بهذا الإطار مش بإطار حزب الكتاب مع كامل احترام ويلقلو وبتحدى شينهار حدا يقول اني توجهت لحزب الكتاب بكلمة شو لفتك برئيس حزب القوات اللبنانية انتسبت معه خلق يزعل مني يمكن بس ما بعتقد لا أول شيء تعرفت علي كنت عندي ولط عمري 18 سنة بالجامعة وهو كان نازل من حرب الجبل وقعد بالقلطار وبعدها نزل على بيروت كان همه الأساسي يستوعب كدرات يبني على أساسهم القوات اللبنانية بشكل محترف فأول لقاءات ما مشي حال ما لفتك يعني الكامستري ما قطعت بس أصريت تابع أنا ويل لأنه أعجبت بفكره بغض النظر إذا عطفت لعبت ولا لا من هلأ بلك يعني أنه العطف ما لعبت ما جذبني عاطفيا بس جذبني فكريا وتصميمه وإرادته ونظرته للمستقبل أنا انتميت لمشروع القوات اللبنانية وسلم الجعجة عن قناعة وليس عن إغواء معين لأنه طبعا حتى ديفيد هيوم بيقول الفيلسوف السياسي البريطاني قرن 18 بيقول الخيار السياسي بيكون واحد من الثلاثة أو مزيج من الثلاثة القناعة العاطفة والمصلحة أنا لكن عندي عاطفي بيومة اتجاهه بولا بكل وضوح يعني ولا عندي مصلحة بتاتا بس القناعة 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 وبدو يقول أكتر من هيك كان عندي سؤال من عمري 18 لـ 18 سنة طبعا نحن خلقنا عخطوط الطمس بالتحويطة هالسؤال كان هل البلد ماشي حاله والجواب كان لا لأنه محتل والأصف نزل على كل العالم وبينيتهن علينا والناس جراننا مدنيين عم يقتلوا السؤال كان اللي مقدرت اطلعت منه هو مين بدو يعمل شي تيصير الوضع أفضل من تحرير البلد لا بي معلمني ما منواجه بولاد الناس وبالتالي ما منواجه بولاد الناس علي أنا اني انخرج بهذا المشروع هكثر تختلف أنت ويالة الحكيم اليوم يعني تختلف موقف بتعتبر أنه لأ ما كان لازم ياخد هيدا الموقف شي عشرين مرة بالنهار هاي المعدل يعني نختلف كثير بس عنده رحابة صدر فضيعة ترجع بتبصم له بعدين بالعشرة وبتمشي بنواقفه لا أبدا أبدا تقل تقل كشو بصير اعطيكي مثلا صار معي هون نهار بتلفن حدا من فرنسا ونهار أحد نعم فبرد على التليفون مش عم نفهم وعبعضنا صريخ 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 كنت صوب فرية بتننزل شاب معي على معراب بتنقرر وقت حكومة وقت مركيا مطروح السفير مصطفى قديم بالحكومة بالآخر سمعنا بعض فقال لي أقل الممكن باللياقة والتهزيب أنك تعرف عن حالك أنت أنت عم تلفل قال لي أمانيويل قال لي أمانيويل اللي كان سفير هون ولي هو صديق قال لي لا أمانيويل ماكرون قال لي وقف كل شي بوصوار مسيو المينيستر أغشينا ده حكتنا نينات عطيته رقم الحاكم اتصل فيه وقال له بكرة شو رح تعمل والحاكم ما بعرف بعد مجتمعت لايقة هل قد تحسه الديمقراطي هل قد سعة سعة قلبه وفكره وعقله لا أبدا تقلق ما يحدث إذا اختلفنا بالتوجه أو بالخيار مثلا أكلت قتلي منه حرزان خسرت شارت لأنه كنت أكيد الإسرائيلي ما رح يفوته على غزة رح يدمروها من بره هو كان يعتبر أنه رح يدمروها من بره وفوته على غزة طبعا هو ربح بس هو وفي الفترة الأخيرة خياراته ما تصيب لا لا أنا نحكي عن الخيارات وفيه فرق بين الخيارات وبين التحليل الرهانات عفوا وفيه فرق بين التحليل والرهان شغلتين بختلفين فبدي أقول من الاجتماع بعطي رأيي إجمالا أراءنا متجانسة مجي من ذات المدرسة ومواضيقة تكون مهمة بس مش حكمة مصرية بس يكون في توجه أو حتى الاجتماعات الدورية مثل اليوم نعملها مع سميل جورج عدوهن نستمزج القراءة إذا ترى الأمر منصويت ويلي بيربح بالتصويت مطلوب لطحية منوش كلنا نصور ساعتك ما بتشوف دائما بمعظم مقابلات نواب القوات اللبنانية دائما بتصور القوات اللبنية كأنه هي شي سريالي ما في أخطاء كأكيد في شي حاين تسمي لي غلط أنا رح إليك الأخطاء هي رديف الحياة ولكل حاد ما بيغلط هو شي بيكون معاك كذب على حاله هي عام بيكذب عن ناس بس شي هو مش بعيله عدم الخطأ هو رديف الموت بس الميت ما بيخطئ وبالتالي أخطاء خليني فكر فيها البعض بيعتبر تسليم السلاح غلطة كبيرة أنا ما بيعتبر غلطة كان بيعتبر أنه وفرت على البلد وعلى المسيحيين وعلى القوتيين مجازر هاو دي البعض هن من القوات لبنانية طبعا طبعا بيعتبر بيعتبر ما كان لازم نسليم السلاح هادي غلطة هاو هنز يطالب اليوم بيسحب سلاح هزب الله هاو اسم كبير ممشكل ما بتلاقي هاي ازدواجي معي حسب الاكيد في ازدواجي معي بدون اي شك بس حسب الظرف كمان هادي كان جاي بعض الفيتين السورية جديد على المناطق بعد اقصاء مشالعون عن قصر بعبد هنالك كان الظرف مختلف بوقت كان فيه صعوبة تخلي عن السلح تحديدا لانه كان باللاوعي الجماعي المسيحي والقواتي انه هالشي رح يفتح مجال للآخرين يكونوا مسلحين ونحن لا وهذا ما حصل يعني اليوم يجب ان تقدروا موقف حسب الله رحكي انا مياك اكتر عن هذا رحلك شو الأسباب اللي ما في يلي لا يعترف بالحدود بين الدول الاسلامية يلي هي فكر الاخوان المسلمين انا ما في اتبع فكر لا يعترف بالحدود بياخد السلطة ولو بالقوة ويطبق الشريعة لالك اللبناني ولا كمسيحي في اقبل هذه المقاربة بالمقابل عنده سلاح هو وحده بيديره فيه كسبة جيشة المقاومة كسبة كبيرة لسبب بسيط هالعمقية البجنود اخذ رأي الجيش اخذ رأي الشعب يقال انه فيه تنسيق بيناتهم لا 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 ينفيش تنسيق أول شي خليك مع الجيش مش آآ أداة مستقلة عن الجمهورية الجيش تابع الجمهورية والشعب في من يمس له يعني هل نسق مع الحكومة الحكومة تنسق مع الجيش مش بس تنسق مش حتى المعركة الحكومة تنسق قالت طلعت عطف ما وقفSA الحكومة فريق التاكسي بالزمنات يمكن اللي هلأ مع محبتنا لقلون بيفرقوا بعدين محط الإشارة حزب الله هيك بيفتح معركة بعدين نشوفوا شو بطنون تعملوا يا شباب انتوا حلفاء انتوا كذا بس كله بالحكي وإديولوجيت ربطته ببلد آخر هو عم بقوله مش أنا يلي هو إيران يلي هي شغلتين إيران هي فكر إخوان مسلمين زي دولات الفقه وإيران الدولة السقافي التاريخ مثل ما الاتحاد السوفيتي سعملوا الروس لتقوية نفوذ روسية وليس الشيوعية زيت الشيء عم تعملوا إيران نحنا شو زندنا تبريح أحكي أكتر أنا وياك عن موضوع حزب الله ولكن قبل بدي أحكي حكات عن ميشال عون اليوم بدي أسألك أول مرة لتقايد بميشال عون الرئيس السابق ميشال عون شو أول انطباع أخدتوا وأيضا جبران باسيل أول انطباع أخدتون عن إذا بدنا نقول الكتلة المسيحية المقابلكن تلاقيت بميشال عون محافظة الألقاب بفرنسا بعيد الخمستاش تسعة وخمسين وكان عم بحضر للرجع على البنان بس كنا عم بحضر كنا سوى لتغيير كتير كبير بده يحصل كمان وقت خروج الحكيم من النظر بس كنا بجو هاللي صار بالعراق بالألفان وثلاثة رح ينتج عنه متغيرة كبيرة بالمنطقة فرحت على بيته ببريس كانت أول مرة تشوفه أول مرة تشوفه شفت حدا زكاء حاد ثقافي كتير عالية كتير قريب للقلب خد واحد يلعب معه دق طاولة كتير قريب للقلب وزكاء حاد وثقافي كمان بتنقص لكتير من رجلات سياسة بلبنان بس هود الثلاثة ما بيمنعوا إنه عمل يلي عملوا الانقلاب العسكري اللي قادوا بالتمنينات والأذى الهائل يلي نتج عنه عليك الحال ما بدي اطبعه بوصمة الديكتاتوري ولا بدي دافع عنه بس كل الديكتاتور عنده هود ثلاثة يعني من صدام حسين لحافظ الأسر هذا جوال كتير دبلوماسي ما بدي اطبعه بالديكتاتوري بس عنده جو الحلقة مش هيك يعني إذا بديك فينا نقولهم كلهم بس عنده الانجليديون مكونات الديكتاتور زكاءه ثقافته وقربه للناس فهودي المكونات الثلاثة صدام حسين بصل حملات دورة الطيران بالعراق كان طبعا موجود في كل مكان حيانا نقضي ساعتين على التلفزيون كنت أحضر بوقتها لما في شي تاني أعمله يقطع ساعتين عم بيزور منطقة صدام حسين بيلحق الكون فوق ساعة التلفزيون كان وصل مطرح ما هو كان عنده كاريزما كان عنده ذكياء حاد كان عنده ثقافة سياسية وكان عنده كان يغري ولكن ديكتاتور كسر الدنيا تشوف هاي الصفات أيضا بيحافظ الأسد؟ ايه أكيد أكيد يمكن ما كان كتير مخضوم بس كان يجزو بالناس كان يجزو بالناس بدون أي شاك وكان بلا رحمة أساسية أعمل كلهم عفوة فوق يعني هاي دي بتحطيها عجنا بعدين بتحطي الأساس لعبة سلطة بتتعلق بشخصهم البرانوية عندهم عندهم البرانوية موجودة دايما ولا شفقة ولا رحمة إذا لأمر تتعلق بسلطتهم هاي إذا بدك المكونات كلها سوا وموجودة كلها عند مشابها طيب جبران باسي الأول انتباع أخدته أول وآخر انتباع فضيع أنا إنسان عشت بأوروبا وبرمت العالم بكل طواطع بس هاي دي ثقافة الأساسية هي الدول اللي زرتها والناس اللي سمعت له من ثقافات مختلفة من اليابان للبرازيل مستحيل ما قطع شي بيشبه الكران بينه وبينه بس سنتين قعدنا يهم بالحكومة تقريبا ما حكينا سوى ولا مرة يعني حتى مرحبا ما فيه لأنه فيه انكم باتيباليت تاديو مر يعني ما منشوها بعضنا بيولى شي وبتالي لأ كان فيه شرح كتير كبير مرة حاول يقزي لأننا كنا جئين ببركسال كنت أنا ورئيس الحريري وبعتقد الوزير مرواني حمادي وكانت موضوع عن دول الجوار واتستيرا وعملنا كل شغلنا وقالنا يعني أنه لازم نفرله السورية بارح قبل اليوم وبدنا دعم للبنان أكبر وكذا وحصلنا على دعم أكبر وقالنا اللازمين نعمل بس فلاينا بيعملوا بيان الأوروبي والأمريكان ما بنسبنا بس كنا فلاينا وبيان مشترك أوروبي أمريكي مع أن العلاقة فيه نهائيا استعمل جوبران بيسيل اللي يتعني بالظهر وكانت رتفعلي حازمي جدا وقلت له انت بدك السلطة وما بدك تتحمل مسؤولية بما أنه بدك السلطة وما بتتحمل مسؤولية بتتحجج عطول بتقول كان بدي وما خلوني هاي دي أول مرة كانت تنقيل عن جوبران بيسيل وأنا فخور بموت هذه العبارة لا 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 ولا شيء ولا شيء في شبه باني وبان جوبران بيسيل ولا شيء كانوا يتحجون على معراب في عانجات ساعتين الساعة الأولى اللي ورطونا دول إقليمية ودولية لما راحوا على خيار مع رئيس مردي مع رئيس حريري ومع صديقنا الوزير والجمهلات راحوا على خيار سلمين فراجي متخطين بشكل مطلق الرأي المسيحي أصلك مشالون؟ لا نحن مشالون ومع حالك لتاني الأكبر الثاني ستأتي حد عنده قناعة بالعمق مع النظام السوري ومع حزب الله بوقتنا نحن لا نتبرين أنه مشالون بيع شره وشبران بيسيل كمان لكنه لا نتبرين أنه حزب الله لأنه بيع شره تعطيني محل جوزيف عون بشرع لك سلاحك وبركد على الجنوب وبذقف لك هذه أول ساعة والليل عنا وانا كنت بوقتي بين لندن وفيريز عشت بالدقيقة وثاني ساعة هي لمن طعننا مشي العون وجبران بسيل فإذن الساعتين هي واحدة ما قبل سعود المعراب والثانية ما بعد سعود المعراب سعود المعراب صراحة بالظرف اللي صارت فيه قصت التفاهم مع مشي العون كان فيه إنسان واحد بالقوات يمكن باللبنان قادر ياخد هكذا قرار هو سمير جاشع يعني رسم كاتر النقاط العشرة يلي ملتزم لا مشي العون لا بسيل ولا حرف منهم من شناك بسيل غير مرحب فيه بمعراب عفوان لأنه مضي على نقاط عشرة ملتزم ولا حرف منهم وبالتالي نحن اللي بيكسر مساق الشرف تنتهل على قبائنا وبينهم بس ما حصل قبل الزمنا بخيار مشي العون ما كان في عنا خيار آخر رسمنا إطار نقاط العشرة مش زندنا إذا هو ملتزم فيه نحنا عفواء هاي ساوبتنا مبارح واليوم بعد مئة سنة ما نغيره النقاط العشرة وتاني لعن ساعبس بيّن أنه رح يلعب لعبة سلطة وبس مثل تاريخه أساسا وبيّن نتيجة حكمه وقاديش كان سيء وهم شي فاشل خلينا نحكي أنا ويجمع أنه عم نحكي عن معراب نحكي شوي عن ملف الرئاسي يقال ما بعرف أدادة إيها الحكي يقال أنه أول ما يخلق صبي مارونة بيقوله مبروك عليك الرئاسي مظبوطة؟ بيّي ما قال ليها رئيس حزب القوات اللبنانية لم يبدو يترشح اليوم؟ ناك وإذا ترشح أولك بيجيب أصوات؟ بغض النظر عنها مرت الماضي ترشح وأنا كنت من أكتر مؤيدين لترشح لأنه كان بيزارف إذا بدك هالترشح هذا بيخلق توازن معين سمير جعجع لا يتحمس للمواقع الرسمية لا هو أنا سؤالي أنه هو يرافع سقف التحدي اليوم مع حزب الله بشكل كتير عالي أنه أنتوا مرشحكم ما هيوصل على السلطة صح طب أنت رافع سقف التحدي لحقتوا رفعتوا ليه ما بتترشح لأنه هو يشكل مرشح تحدي خلي أكيد يشكل مرشح تحدي الحمد لله يعني تخيله بمرشح غير تحدي كانت جارسة يعني فترشيح أو عدم ترشيحه صراحة مرتبط بأمرين أول شيء إمكانية الوصول نبدأ بيهاي والتاني مرة الماضية استرشع كان الوحيد بكل صراحة اللي قادر يعمل توازن بيجمشي نعون يعني هذا كان أحد أهداف الترشيح لأنه كنا متوجسين من بعض الحلفاء ونحي تركوا هذا التحالف ويروحوا خيارات أخرى وللأسف طلع بعناها أما اليوم بأكد لك أنه سمير جعجع لا يسعى إلى المناصب أنا ترجيته بالألفان وتماني أنه يترشح مطلح أبدو ببيروت قال لي لا هل يترشح عملي بدي أخذ جاد بدي تتابع ملفات والاستراء أنا عندي همهم وطنية تاني وبتتذكر بالزمنات عرضوا عليه مرتين في وزارة وتسمى وزير ورفض ليأخذ حقيبة وكان أحد الأسباب الأساسية لدخوله إلى السجن فبيهمه أول شي أنه يكون عملي إذا بدي يكون داعم حدا يكون عنده حظوظ يوصل هو اللي هو ما عنده حظوظ يوصل هايك بدي يعمل أعراضة بس جهاد أزعور كان عنده حظوظ يوصل برأيك جهاد أزعور جاب أصوات أكتر من مشاهل معود ولو صار دورات متتالية وما أخفل المجلس بهروب أنا بسميها عن جد هروب أو شي هروب من مصلحوتهم من المصلحة الوطنية من مسؤولياتهم وهروب جسدة من القاعة لكسر النصاب وقرار رئيس برأيك بسكن مجلس الساعة اللي بدي وما إله حق بتاتا ما إله حق شو بتقوله اليوم لرئيس برأيك؟ بقوله عم تتخطى صلاحياتك بشكل كتير كبير يهدد الديمقراطية والتوازن السياسي في البلد عكس ما أنت بتقول وبدأ يقول تدعي لأنه صلاحياتك ما في صلاحية بدون ناص المادي خمسة عف أقول شي دستور ما بيجيب صلاحياته النظام الداخلي بيجيب صلاحياته المادي خمسة بيذكر أربع أمور يمثل المجلس النووي بيترقص الجلسات يؤمن الأمن في المجلس ويحترم القانون والدستور ويحدد مواعيد الجلسات وإذا تعذر ذلك نيبه بيعملها شو اللي ممكن يجبر برأيك الرئيس برأي أنه يفتح المجلس حسب ما بتحكم هلأ ما في شي بيجبر في فقد حزب الله معه تانيتهم بيلعبوا لعبة الميسيقية وللأسف هذا تحضير لمرحلة تانية بس يروح فقد القوي ورح يروح بدون أي شك يعني أنه يصير فيها سوق استعمال السلطة من الرئيسات الباقي المحباب سميه رئيسات بس رئيس مجلس الوزراء ما عمده إذا أنت اليوم يا رئيس برأي انسيلي فائد القوة العسكري يلو موجود على الطاولة عم بتقول أنا بمسر كل الشيعة ما في علامة نايب شياحي طالعا مش من حد فإذا بعمل بدية عظيم منطق هيدا منطق منطق كونسيدرون لنفترض أنه منطقي طيب رئيس الوزراء السنة رئيس مجلس الوزراء السنة بيعني بدية لأنه سنة ورئيس جمهورية ماروني مسيحي بيعني بدية يعني هيدا تنروح يعني المدى الأبعاد نحل المجلس وما يكون فيه وزراء وما يكون فيه شي فريق عمل حول الرئيس يعني هاد ثلاثة يحكبوا لبلغت لحالهم اللي عم بيصير ليهم الخروج عن الصلاحيات هدت وإزة الاستقرار السياسي بالبلد وإزة استمرار عمل المؤسسات ويشكل خطر كتير كبير كتير كبير يعني بدي أقول بكلمة وحدة الرئيس برلي ليس ضماني للبلد لأنه ليس ضماني للمؤسسات وعلى رأس المؤسس اللي هو مسؤول عنها اللي هي مجلس الوزراء شو التسوية أو الديل يلي ممكن يقنعكن كقوات لبنانية تنتخبوا سليمان فرنجية يعني هاي السقوف العالية بالخطابات لأمتى لأخر الدنيا لو ضلنا سنتان وثلاث سنين ما في زكرناه فيها للوزير لدريانو قاله منها كل المحبة والتحيات عامل مقاب اللي هو وشفتها بالباريزيان من فترة عنوانا لا أفاوض والمسدس على رأسي بس أنتو المسدس مش على رأسك بكيف مش على رأسك عشاء رأسك للناس يعني القتل الاغتيالات الانهيار الاقتصادي طاروا مصريات الناس بعد في أكتر انجرار لحروب فتح معارك بجنوب يعني نحن ما عنا شي ضد الوزير السلمان الفرنجي ولش بس هو بخط سياسة ما نحن بخط سياسة لشو تصوت له يعني تجي بتقولي بفرنسا أنه لازم اليمين صوت لليسار ولا بسكة مجلس النواب هايدي عمي بكل دول العالم والله العظيم ما بعرف زل اللبنانية لأنه عقلتهم كبار أو لأنه تعبوا بكل دول العالم سمعيني مني أي تصرف من هذا النوع مباشرة عن حرب أهلية ما في شي بين تنين ما في شي يا احترام الدستور والمؤسسات وخيار الناس ناس انتخبونا مش تسكر مجلس ساعة بدل يفتحوا ساعة بدل أنا مش تلميز مدره هو أستاذ وصلا مش تلميز وبالتالي لأ اللي عم بصير خطير جدا وبرجع بقلك تخيلي ببلجيكا أو بإسبانيا أو بسويسرا أو بفرنسا أنه يا شباب راح نسكر المجلس تتتفقوا على أي واحد مرشحنا شو بيعملوا الناس هذا بيلعبوا دورهم كمواطنين وبتقرأ كل أو المسؤولين على مش بتشوفين يوم خانعين وصلا بينزلوا متى الدياب الكاسرة لاش هاي المؤسسات مؤسساتهم بلد بلدهم الاستقرار السياسي والمالي والنقد والاجتماعي أهم شي هيدا استقراره مش لعبة بيض حضر بساكل بساعة البدة يعني برجع بقلك حمد الله انحنا مش عايشين برا لك أنا على هكذا الحديث بدي أحكي شوية عمل في قيادة الجيش شو رأيكم بأداء الطير والوطن الحر وفي كلام أنه وزير الدفاع ممكن يعين رئيس أركان سيفي عنا قائدان جيش بالبلد خليني أول شي نشأت وصول العماد جوزيف عون إلى قيادة الجيش كنت وزير جدول أعمال هالآد بيعطوك 48 ساعة تدرسية منطي من الكهرباء للاتصالات للصفحة للكذاب 48 ساعة ومجالات مش حكما تعرفي فيهم يعني وفي باند من هالبنون صفحة واحدة بيضاء اللي علي شحطة فوق واحدة مكتوب علي تعيين قائد جديد للجيش اللبناني وبس لا في اسم لا في سيفي لا في اسمين أو تليتين قارن بيناتهم يعني كنا بقصر بعبدة لأنه بس يكون في دعينات العملية طبخة بتصير بقصر بعبدة وبدي أقول أنه ما كان أنا ما قاعد طاولة مجلس وزراء أعطى طاولة صفرة لأنه كان في مطبخ يطبخوا عطول وتحديدا أكتر شي نادر وشبران ويحطوا لنا الصحون تانيكل هون مش إنهي كنا معارضين عطول يعني طلع الوزراء دينهم منع بس مهم عن أنه وزير الدفاع ممكن يعين رئيس أركان كنت عم تحكي لي من بداية نشأة جزيف عون كيف وصلكم للمرسوم وشو فيه على بدون سباب بدون هؤلاء التفاصيل تفضل فتعين بيومتها العماد أو صار عماد جزيف عون وأنا اعترضت على المتود على المنهجية قلت لهم ما بيجوز تكتبو لنا سطر عورقة بيضة وتقلونا هذا جزيف عون يعني على الأقل بكتعطيني عناصر قرار ما عندي شي ضد الشخص ولكن بدي شوف عناصر القرار تشوف إذا بقرر مع ولا ضد فقالونا من هالداء ما بتتكرر ما صار إلا هيك للتعين فهيدي واحد اتنين جزيف عون بيشو بيتميز اليوم بيتميز أنه عنده ست سنين خبرة بقيادة الجيش مش عبوه لوحده الكفوق في ضباط تسمع عليهم وتنسيق أيضا مع حزب الله خليك معي هاي ما بارف ما عندي معطيات بس بدي أقول بذات الوقت أنه هو اللي عنده أكتر شي خبرة وهو الذي أثبت أنه غير مسيّس نعم بدي يكون مسيّس كم بتتبعش حدا بالبلد ست سنين غير مسيّس هداك النهار كنت عامل مناظرة أنا وزميلي سليم عون عن يو تيفي مع أستاذ جورج صاليبي فهيك تفجأت بكلمة من سليم بقول رئيس عون عين العماج جوزيف عون أنا بحبه بحبه بكرة بطل حبه بشيله وهذا اللي صار وهذا اللي صار ما بتعين قائل جيش اللي بتحبه بتحبه بجاوزك بجاوزه بنتخيك بس مش هيك بتعين قائل جيش فأصبت جوزيف عون بهالفترة هايدي انه كفو فيه اشكالية كبيرة مع جبران بيسيل أنا صراحة ما بعرف شو هي بس اعتقادي أمرين اعتقادي بده يخلص منه كمرشح رئاسي محتمل بده يجيب حدا على ايده يعني هالستة سنين كان جوزيف عون مش تابع سياسيا لحده مش هناك بده يطيره وبده يجيب حدا هيا على ايده يقدر يتحكم بمفاصله وبالتالي هاي احد الاسباب اللي بدنا نمدد لجوزيف عون وقدمنا اقتراح قانون قريبا رح ينطرح لتمديد سنة لكل حدا برتبة عماد تكون في شمولية بالمقاربة ما تكون فقط مفصلة على قياس شخص واحد علما انه بالطال بشكله كتير واضح اليوم العماد جوزيف عون لان احنا بدنا جدد بعدين بتقول شخص بدي قولها وعلى راس السطح وما رح البس كفوف ممكن ان اجمالا انا مش طائف وانا مخيم شو هاو دي بدي قوله بدي قوله بدي قوله شو بقى الموارنة بالبلد فيه حد يشعرح الموارنة اللي اسسوا لبنان من 1920 وقاتلوا وكانوا الوحيدين الوحيدين المتمسكين بلبنان كوطن كثقافي كحدود باقي قطع عليه الملك ابن الشريف حسين وملك على غير المملكة يعني وقبل منه الأسمانية وبعد منه عبد الناصر وقبل منه بعد منه رئيس عرفات وبعدين السوريين باقي ما كان في حس بالانتماء وكانوا يحسوا انه الحدود اللبنانية دايقة عليهم وانه هي نتيجة خدعة اسمها سايسك سبيكون بالنسبة لقلنا كان الألفا والأوميجا والبطرق حويك قاتل حاله تيكون لبنان متعدد الطواقف والهويات والفرنسيبي يقولوا شو بدك بالشغلة وهايك تخليك بمنطقة الأكترية مسيحية طيب عظيم طيب يوم شو باقي مين اللي عمل الموارنة هاك مش هنة نفسه لا هايدي هايدي ركورسي هايدي رئيس جمهورية طار او بساكلوا المجلس سنتان ونص يعني اليوم شو المنطقة شو المنطقة السياسة بتساكل المجلس سنتان ونص يا بيجي المرشح طبعا يا ما بيجي هاي واحد ناين حاكم مصطفة لبنان بغض النظر عن الشخص عظيم قائد الجيش تغيب جوز تعين قائد الجيش بلدار الجمهورية يعني يعني ما عليش بيجي يخدونا بحلمون الشباب طب انا بدي سلم جدل انه حزب الله مسكر المجلس ونبيه بري مسكر المجلس يعني بدي امشي معك بنظريتك انتوا لما بتنزلوا على طاولة حوار صار لنا سنة بلا رئيس نزلوا على طاولة حوار ستنا يعني انا لو اعدم قبيلي حدا من الفريق الاخر رح قال له رح قال له نفس الشي بس انا سؤالي اليوم انتوا عم بتعلوا السقف كتير نزلوا على طاولة حوار ورجوا الجمهور مرة جديدة انه مش انتوا الغلط انا الجمهور مش ناطر مش الجمهور عفوا الناس اللي انتخبوكم اكيد انا اسموا اني جمهور اسم الله جمهور واسع فمشيناك جمهورية القوية جاين من الجمهور طبعا اللي بدي اقوله نور انه كل هذه المقاربات وتحديدا هاي خطعة 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 بحد زيتها عم تنقتل الثقافة الديمقراطية في لبنان عم تنقتل نشلوش عم تنشال نشلوش عم تنشال بلشت مع الحرب الداخلية اللي صارت استمرت مع ايداء السوريين في البلد كان كل شي يصير بالحوار وين بعنجر طبعا انا شفريني ما اعز الحوار بعنجر ولا مش بعنجر بالسياسة بالديمقراطية ايه زبائش اثر من الديمقراطية في لبنان هون بديفتح حيليل عين مدارس عراسنا جامعات عراسنا مستشفيات عراسنا بنوكة عراسنا سقافة ومهرجانات عراسنا وعيننا تعالشو مصدرهم كلهم 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 الحرية الحرية بلا حرية ما في شي طلع بالمحيط طلعي بس هو التعطيل هو اللي بينقذ الحرية بس خليني كفيني اعكد هيدا تصرف يقضي على الحرية لان الحرية كيف تتمثل بالسياسة بالديمقراطية لشو عملين مجلس نواب لشو عملين مجلس وزراء لشو عزبت بس هو الحوار نوع من الديمقراطية لا أكيد لشو عزبت هالناس تقوم تصوت قبل الظهر نحن الأحد ياب 15 يهر هالمرة يب 6 يهر مرة ما لشو بدون فيهم خليون ببيوتهم بدك تعملي انتخاب رئيس تعملي بالانتخاب اسمه انتخاب رئيس الديمقراطية في لبنان تنتهي تنتهي على شفير الزوال على شفير الزوال وهذا اللي عم ينعكس على كل شي كل شي كل شي انهيار مالي اقتصادي النقدية عدم استقرار السياسي كلهم هوا مصدرهم احد غياب الديمقراطية وضرب عمق مفهوم الحريات نحن مصدرين بدكوا انتخاب وفيش جالس منزلنا علي فيش جالس ما اضلاينا فيها الى الاخير تكينوا هربوا يالي الناس اختاروهم انت ما يهربوا ما هي المسؤولية مسؤولية انك ما تهرب انك تواجه انك تروح باتجاه يالي الناس كلفوك فيه ومن لحظة اللي تنتخب يا زميدي ويا حبيب قلبي ايا كان من من زميدي انا بيهبر لقلي كنا زملاء اساسا وهجبك تحافظ عن المؤسسات ما انت مؤتمن علي تتحافظ علي تحترم مشروعك بعد انتخاب وتحاول الطبق والناس بتحاسبك شو بقي حوار حوار لجو بدي احكي عن السعودية اليوم اول شي كلنا بنعرف لا السعودية فلت من لبنان عليقاتك جيدة مع المملكة اي متى ناوية ترجع هي اليوم يعني مواقف خجولة اذا بدنا نقول ما في هيدا الموقف يلي بغير كل المعادلات اي متى السعودية ناوية ترجع على لبنان وتقول كلمتها بس بدي استطر تقول علاقتي مش علاقتي منيحة مع المملكة علاقة لوية لبنانية ممتازة مع المملكة وبما ان انا كنت مسؤول علاقات خارجية فكنت عم تابع هذا الملف لسنوات وسنوات وبدأ حي اخواننا السعوديين واشكرهم على كل شي عملوا للبنان من الخمسينات لليوم كتير عطيوا السعوديين للبنان كتير حبوا لبنان حبوا فنه حبوا أدب حبوا مسرح وحبوا طقس وحبوا كل شي فيه فبكل محطة من مبادرة الأمير مندر منسلطان بالأواخر السبعينات لا المبادرات التانية بالثمانينات اللي ما هنالك فكان عطول للطائف والله يرحم الأمير سعودي الفايسر اللي عرفته عن كسب إنسان مميز صراحة فكل هاي دي لحرب الالفين وستة وعطول عندهم لهفة على لبنان حطوا أموال بالمصري في المركز استوردوا بضائح كتير من لبنان طبعا كانوا بحاجة لا إلا بس كمان كانوا فتحين كل شي للأسف ما إجيهون بشكل عام من لبنان وخاصة بعد ما سيطر حزب الله على المشهد السياسي الأساسي والأمني وعدم التزام التيار وطن الحال بأي علاقة إيجيبية مع أي دولة بالعالم إلا تنين يعني في مئة وتسعين دولة لبنان ما بيحكي معهم هو الواحد هو تسعين وفي سوريا وإيران تنين وتسعين وتلاتة وتسعين وهو يهم يعني يعني حجم الضرر اللي سببه بعضهم عم بيسببه التيار وطن الحال شو بيقلك أنا مستقل أنا سيادة خي فرنسا مش سيادية مش مستقل بتحكي مع كل دول العالم يعني شو هالمنطق ها إنه مزيادات وإن أنا ما برد على العرب والاستراخي إليه ما بيحكي مع الشرقا والغربا مع تحفنا أمين عام حزب الله حسن صلى التجه وغربا شرقا بعد ليش شرقا شرقا وغربا شمالا وجنوبا لبنان هايدي طبيعة وهايدي رسالته ففي إذا بدك إيه حذر سعودي اليوم اللبنان إنه عطينا كتير كتير لو ما ما إيجانا شي نيع بس ما إيجانا إلا الشتائم والتهديد والخطف وإلى ما هنالك وأهم شي اللي يرحمه الأمير نايف كنت أنا والحكيم بالسعودية كان وزير الداخلية وزير الداخلية التاريخي مثل ما سعود الفايصر وزير الخارجية التاريخي حكي عن موضوع واحد مخدرات ولكب تجمع عنده هذا الهاجز استمرت استمرت بالآخر من كم سنة مش من زمان قالوا السعودية منوقف كل الصادرات اللبنانية على السعودية يعني مليار عين دولار بالسنة اللبنان أعيز الدولار طيب أمتى راجع المملكة على لبنان بس يصير في سقة بس يصير في تأكيد أنه ما في أزى ممكن يلحق بالمملكة بطل اللبنان للأسف وحق على اللبنانيين الطفل المضلل عند حدا يعني طفل المضلل يصف بداخل منزوعة والمنزوعة بورد أهل وورد الدين هلأ منزوعة هلأ منزوعة للأسف بدي أحكي أنا وياك عن الجبهة الجنوبية قبل سمح لي أسألك شو رأيك بالأضراب الشامل مع أو ضد لا مع أو ضد أنا شخصيا كنت بتفهي بتنكيس العلام ووضع البلد اقتصاديا وتربويا لا يحمل الإقفال بس موقف متضامن مع أهل غزة وأطفال غزة أكيد أخير وبدون أي تردد التضامن شو بقدر يعني أنا تضامنت مع غزة بتعملي بتقولي هاو دي قيامة هاو دي هاو دي هاو دي ما بيقبل يعني هاو دي بيقبل أوكي ما قبلت عارض الواقع شو عم بعمل عراسي هاتا نفتح شبه مثل 2006 ونزد شعبنا بيقتون النار متل ما نزد شعب غزة بيقتون النار شو مكن ساعدنا غزة في عزة شرح لي يعني زي اليوم لقيت كل أطفال لبنان وزد قتلتهم هاو بيقتون النار الإسرائيلي ما عم بيسأل عن حدا بتشوفهم حزب الله هيدا اللي عم يعملوا على الجبهة الجنوبية لا حزب الله اللي عم يعملوا هو تثبيت وجود له عسكريا ولإيران سياسيا يعني بتعرفي جبهة الجنوب لإيران بشغلة حياته موت لأنه هي تدعي المقاومة مقاومين مش تستعملي صوريخة مش مضطرة مقاومة عندها بالعراق بعيد عن إسرائيل الأساس المنطق هو محاربة الصهيوني ونظام الإسرائيلي تاني عندها سوريا ضربة كاف ما بيصير لأنه من سنين وحشرات سنين سوريا بتقاتل بأولاد الناس مثل ما إيران بتقاتل بأولاد الناس عند اليمن بآخر الدنيا عطيتهم هلأ كم صاروخ صمد 3S كان يوصل 1500 كم على الرياض هلأ صاروخ يوصل 220 كم على إلاء بس لوحد وصيل يعني يعني CTF 153 وقعه الأمريكان يا قبل ما يوصل الفرنسوية نزلوا واحد مبارئ نعم يا بإلاء تعمل نزلوا بحتي يدلق ارتفاعه وكيف 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 هذا عتغاذ بس بردو منخلطه الإيراني وين في طائف ديني شيعي هون وين هو أحدود إسرائيل قديش صاروخ يضرب 40 سنة قديش صاروخ يجهز 40 سنة قديش صاروخ يمول مليارات وعشرات مليارات دولارات وبالتالي حزب الله لازم يبرر وجوده تجاه المنطقة ويوحي أنه يعمل قوعد اشتباك معينة مع الإسرائيل سؤال إداء ومراح غير شيء بالمعادلة معادلة العامة إذا كان 200 ألف محارب في غزة و100 ألف جهزين بغير المناطق الإسرائيلية هذا بدع ما خفف ضغط الغزة انت شفت بأخذ ثلاث يام شو صار بغزة نزلوا صاب رفع على خان يونيس فاتوا جنوب هذا المعبر نزلوا طريق صلاح الدين قدموا من 2 كيلومتر كانوا وصاروا 6 كيلومتر فاتوا من الغرب على مستوى بور غزة على مجمع الشفا ضلوا عشر تيام تقدروا أخذوه بس طق القفل مجمع الشفا صاروا هلأ بقلب غزة ستة شو خفف يعني حد يشرح لي شو خفف أنا عند سؤال هنا متهمين سمح بدنا نرد إن شاء الله نظل نمتهمين هايك لأنه اللي يتهمنا بهايك هو مفلس سياسيا ولا أخلاقي لأنه عارف على المكذب بكل وضوح مفلس سياسيا تعرف ما ما بيقبلوا منا ولا بأي شكل أنه من ناخد موقف حازم مع الفلسطينيين بدون تسريق لا خليك مع هن مقاربط الوحيدة ما فيها يكون عنده مقاربتين ما خسروا بالاجتماع بالمال وبالنقد وبالصناع وبالصادرات والسراء بس عمال إسرائيل بس في بريسم واحد يعني يتطلعوا فيه بريسم إسرائيل طيب إذا خصموا بالسياس بدون تقدم شو بقول مع إسرائيل هالآن دائن بس سلسة ميرجي عجي عصر صهيوني وبير عصر صهيوني ولكن أنا بحاجة منك ما رح نقول يا شو يا شي ما بيسوى إنك تعطيني شهد حسن سلوك شارع فكروا علي شارع فكروا علي لو ما حزب الله على الجبهة الجنوبية إسرائيل ما كانت اشتاحت لبنان هاي دي تقديرات شو يلي ممكن يمنع إسرائيل من اشتياح لبنان غير السلاح خليك خليك هاي دي تقديرات وهذه تبرير للسلاح بس أنا ما شفت تم اشتياح لبنان إلا اشتياحين كبار 82 وال2006 إلا بسبب السلاح المتفلد ما صار اشتياحات لبنان لا عم برم هاي المشكلة يعني نحنا هنا هنا نصول إسرائيل ملاك فاتت خليك معي هاي دي الأسئلة الفخ يلي بحطك حجر بين شي قوفان أنا ما عندي حراج جاوي فيي قول ضد سلاح حزب الله وضد إسرائيل يعني 82 بعد فتح لهم دوتستيرا خلى الإسرائيل أو عطاء الذريعة أن يفوت وودى الفلسطينيين قصم مع ترابلوس قصم ضل بالمخيمات رجعت حركة أمل قضيت عليهم بالمخيمات بشكل نهاية والسوري قد عليهم بطرابلوس ما هيك حر المخيمات ما كانت بين القوات والحزب النجادة أو الكتلة الوطنية كانت حركة أمل عم بتشقف السوريين وكانت بديات حزب فلسطينيين وكانت هناك بديات حزب الله كانت تحديدا تحت أمل الإسلامية وياللي راحوا عطاء رابلوس السوري كف عليهم رجعوا فل وصاروا بتونس إسرائيل وحركة أمل ويستند حزب الله كان بعض بدياته والسوري هن اللي شقف الفلسطينيين بالأربعة كانوا هلأ بالألف 2006 نرجع لنفس القصة كان في فتح لند هلأ هلأ تخبرون عن حماس لند هلأ 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 نستورد بالسماعات ما استوردوا جيش الياباني والجيش الأحمر حطهم بالبع هلأ عن جديد نستورد كل الهوطين ونحطهم باللبنان ما في عملية عسكرية وإذاق عسكرية جوز بدون قرار سياسي مركزي لماذا نحن بدنا نختلف عن كل دول العالم بعد عندي سؤالان سريعين جدا الوزير السابق واموها بيقول بأحدى مؤابلات وأنه سايرة شغلت رئيس حزب القوات اللبنانية فقط يرد على سيد حسن شو بيقول شورتكم شو عم بتعمل أنتو كقوات لبنانية سريعا سريعا بدي قول هذا واجبنا السياسي والأخلاق اتجاه ناسنا وتجاه الشعب اللبناني سبس ينقال شيء أي كان مصدر ما يوحي من تهديد أنه نقف بجه ما بنعمل إلا هيك خلطان كتير خلطان كتير عملنا بالوزرات التي كنا فيها اليوم عم نعمل مجلس النواب عم نتواصل مع ناسنا عم نعمل كتير بس هيدا جزء أساسي بس حدا يقول شيء لا ينسجم مع قناعاتنا ونظرتنا للمصلحة الوطنية رح نطلع نحكي بوقت للأسف مليون مرة ما حدا عم يسترجي يحكي سؤال أخير ماذا لو كان بيار بوعاصي مكان سمير جعجع وانتخب رئيس الجمهورية شو أول قرار أو إجراء بتاخته أول شيء باللحظة بط القوات على المستوى التنظيم بصير رئيس لكل لبنان طبعا الشيء ما رح يصير بس بصير رئيس لكل لبنان مثل ما قالت بالوزارة صفة الحزبية بتركع بيب الوزارة بس فوت من بيب الوزارة صرت وزير لكل اللبنانيين وبعتقد بكل تواضع أثبت هذا الشيء هيا واحد اثنين بعيد القرار المركزي والسياسة للدولة اللبنانية وللحكومة اللبنانية ثلاثة بفرض أنا المؤتمن على الدستور احترام الدستور والقانون في المجلس النياب ومجلس وزراء وبكل إدارات الدولة هاو دي بعزز الجيش أكيد بس ما بتدعي أنه الدولة والجيش هن مؤسسات المجتمع الوحيدة بدي المؤسسة التربوية تكون فعلي بدي المؤسسة الثقافية تكون فعلي بدي المؤسسة الاجتماعية تكون فعلي ولكن هيدا ما بتصير إلا بدولة متماسكة بجيش عم يلعب بدورة والحدود مش جيش لا مسيس ولا مسير لا يكون عنده إداء وطبعا تابع للمزارة الدفاع والحكومة هاو دي النقاط الأزي بختم هاو انت مطول عليك وبرجع بفتح علقات لبنان على 191 90 دولة بالعالم 91 نحن وفتحها بشكل صارم باحترام الندية بالعلاقة مع الدوتين البقيين وعلما يتمنى من كل قلبي يسقط النظامين في سوريا وفي إيران سؤال الأخير سريعا جدا افتراضة مش افتراضة شو بتقل له لجبران باسي اليوم رسالة ذهبت للقاء شو بتقل له أول شي مش حتلقى فيه بس إذا تلقيت فيه بقل له من أكتر الأضرار اللي تسببت بهالبلد من تحت راسك ومن إداءك أنت السياسة بالنسبة لإلك بس فقط لعبة سلطة وهيذا الشي عم بيأذي كتير وعم بيدمر كتير وعم بيأذي المؤسسات والاستقرار الاجتماعي أنت مسؤول عنه فكر بشعب اللبناني فكر ببيئتك وخفف أنانيتك لأنه لو أخذت كل شي بما قالك أنت ما بتعرف تعمل شي كل ما كان عندك أدوية راح تأزي أكتر شكرا شكرا لحضورك معنا شرفتنا أهلا وسهلا شكرا لإلك للمشاهدة شكرا 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 للمشاهدة